خنأ مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بمأوية تأسيس الدولة الأردنية وأعياد الميلاد وعبر المجلس في بيان صادر عن فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية الحكيمة وبوعي الشعب الأردني ووحدته الوطنية مشيدين بالمبادرات الإنسانية والدينية الراقية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كرسالة عمان ومبادرة كلمة سواء وأسبوع الوئام بين الأديان واستضافة الأشقاء المهجرين من مسيحي الموصل في العراق إضافة إلى الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحي البيان كل الجهود التي تواكب جهود جلالته وولي عهده المحبوب في مختلف مجالات التنمية المتعددة ومنها السياحة الدينية